من بين كل الفصائل الموالية لإيران إن كانت في العراق أو في سوريا أو حزب الله اللبناني الذي من المفترض أن يكون الأخطر على إسرائيل جماعة الحوثي الآن تبدو هي الأخطر تستخدم صواريخ باليستية، صواريخ كروز، طائرات مسيرة وتستهدف نقطة حيوية مثل إيلات وحتى نشروا صورا بأنهم مستعدون لاستهداف كذلك مفاعل ديمونة الإسرائيلي وهذه مسألة متطورة وخطيرة للغاية الآن مع هذا التصعيد هل تعتقد أن جماعة الحوثي مقبلة على التعرض لاستهدافات حقيقية قد تكون أمريكية مباشرة مع هذا التصعيد وخاصة أن جماعة الحوثي لم تتعرض إلى أي ضغط مقارنة بالفصائل العراقية أو حزب الله اللبناني هل ترى أن الأمور والرياح، رياح الضربات قادمة على جماعة الحوثي وسأ أحمد أعطيك جوابا مستوحى من أحد سقور الحزب الجمهوري، الإنسيجرام سئل تقريبا بسؤال جدا متقارب مع حتى الأوفاظ التي استخدمتها في السؤال من قبل قناة الفوكس نيوز وكانت الإجابة بأنه آن الأوان لتعامل مع حسب ما سماها مع الشيطان الأكبر وهو يقول أن الشيطان الأكبر هو إيران ليس إسرائيل وليس أمريكا هكذا يقول إنسيجرام ولكن لماذا أقتبس روحية الإجابة التي تحدث فيها؟ هو يؤكد أن مصدر القرار، مصدر التهديد كان ومازال طهران هذه كله أدوات ثبتة بأنها تنشط وتخبو وتكمن وتثور فقط في التعليمات لأنه عندما تمت المفاوضات السرية والتي أصبحت بعدها علانية ورعتها بكين بين السعودية وإيران توقفت كل الهتفات الحوثية من شعرات وكل الخطاب العدائي للسعودية توقف حتى في حزب الله في لبنان تغيرت النبرة بمعنى أن هناك من يضبط إيقاع التصريحات وأيضا الصواريخ في طهران هذا التهديد الذي يقوم به الحوثي الآن يعني أن هناك ضوءا أخضر وأن التكليف، هذا كليف، تلزيم، تلزيم هذه المعركة أنها فتح الجبهة الثانية لن يكون من الشمال سيتم تحضحها، يعني أولا بدأت حماس إن ولابد كان هناك نية للزج بأطراف أخرى تم اختيار اليمن، ولكن هذه مقامرة كبرى وسيكون الرد باعتقادي ليس بالضرورة سعوديا أو إسرائيليا قد يكون الرد أمريكيا مباشرة وهذا الأمر يا عزيزي أنت ألمحت إليه في المقدمة كارني لا توزد هناك عبثا القطع البحرية الأمريكية هناك ما هو قادم إلى المنطقة أو استقر في المياه الدولية فيها في المتوسط والبحر الأحمر، والبحر العرب، ولكن أيضا هناك قواعد عسكرية موجودة في عدة دول، منها دول عربية، منها إيريتيريا هناك قواعد حتى دولية، أربع قواعد دولية، واحدة منها إسرائيلية هذا الموقف في غاية الخطورة الذي تقوم به جماعة الحوثي وأعتقد أنها ستدرك بعد ربما إسقاطات متعددة لهذه المسيرات والصواريخ أنها تلعب بالنار مع أطراف دولية وإقليمية لن تسكت على ذلك بمعنى بالخطأ تم ضرب منطقة في مصر في الأراضي المصرية اعتذرت إسرائيل بعدها قيل أن الجانب الحوثي هو من أطلق مقذوفا وأيضا قيل أن هذا الأمر تم التعامل معه بقنوات ما في حال صحة الأنباء بأن هناك مقذوف هنصاروخي قد سقط في محافظة معان كبرى محافظات الجنوب في الأردن هذا الأمر سيستدعي إن صحة وأؤكد على هذه المسألة إن صحة سيستدعي موقفا أو بيانا هذا البحر الأحمر بطوله الأراضي العربية السعودية كلها المملكة العربية السعودية إذا تتمر هذه المقذوفات هذه ليست حرب الخليج الثانية التي كانت فيها الصواريخ تمر حوقها السعودية أو تستهدف السعودية من العراق بمعنى أنها يتم استقبالها ومن ثم الرد لا سيتطلب الأمر اعتراضها قبل أن تصل إلى غياتها وهذا يؤكد يا عزيزي أن جماعة الحوثي لا تهدد فقط منطقة رأس البحر الأحمر بمعنى إيلات وما يجاور إيلات وهذه خطورة بشكل أردن والمصري ولكن أيضاً تهدد مضيقاً دولياً معبراً مهمة للتجارة الدولية هو باب المندب عندما تتحدث عن مضيق هرمز بيد إيران أصلاً تسيطر عليه عسكرياً وباب المندب الآن تبين ما هو دور الحوثي لماذا أصلاً كل التواجد الحوثي والدعم الإيراني للحوثي تبين الآن ما هو الهدف منه السؤال هل ستسمح الصين وليس فقط أمريكا هل ستسمح الصين لتعطيل الممارة الدولية المائية وهي من ضمن الاتفاق بين السعودي وإيران هذا هو السؤال ترجمة نانسي قنقر